الحوافز مفهوم التحفيز من مهام الإدارة تحفيز العاملين ودفعهم لمزيد من الإنتاج والعطاء وتهيئة بيئة مناسبة للعمل ولهذا يعد مفهومة التحفيز شعور داخلي لدى الفرد يولد الرغبة لاتخاذ نشاط أو سلوك يهدف منه الوصول إلى تحقيق أهداف معينة مثال الجوع يولد الشعور بالحاجة إلى الطعام التحفيز يعبر عن إثارة رغبات أو احتياجات غير محققة يحاول الفرد العمل على إشباعها أنواع الحوافز أنواع الحوافز كثيرة حوافز مادية أو معنوية الحوافز غير المادية تسمى حوافز معنوية منزيق من الحوافز المادية والمعنوية الحوافز الفردية تحفيز فرد بذاته الحوافز الجماعية هذه الأنواع من الحوافز ينبغي على القاعد في أي أن كان مستوى سوقا في الإدارة العليا أو في الإدارة الوسطى أو في الإدارة التنفيذية على مدير المدرسة وعلى المعلم وعلى المشرف التربوي أن يستخدم كل هذه الأنواع من الحوافز على أساس يثير سلوك الآخرين ينبغي عدم الاقتصار على جانب واحد إما حوافز مادية أو حوافز معنوية يفترض التنوع بين هذه الحوافز ولكل فرد يعني الحافز الذي يحتاجه يفترض كمان على المعلم وعلى مدير المدرسة والمشرف التربوي أنه يتلمس احتياجات هؤلاء الأفراد الذين يعملون معه وبالتالي يركز على الحوافز التي تحرق سلوك الأفراد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر